كانت هناك انتقادات إعلامية منذ اليوم الأول لتعيني شخصية إيطالية في ذلك المنصب بتعيني رئيس المصرف المركزي الإيطالي ماريو دراجي رئيساً للبنك المركزي الأوروبي في نوفمبر من عام 2011 بات يتربع على عرش أعلى سلطة نقضية في أوروبا ليعمل على جعل النمو الاقتصادي متوازناً وليحافظ على استقرار الأسعار وعلى القدرة التنفسية في سوق اجتماعية بمنطقة اليورو ورفق توليه المنصب في 2011 تراجع الاقتصاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية العالمية وغنى على دراجي إرسال وإشارات إيجابية للأسواق لذا قال في عام 2012 جملته الشهيرة البنك المركزي الأوروبي مستعد للقيام بكل ما هو ضروري لإنقاذ اليورو كل ما هو ضروري تمثل في خفض الفوائد البنكية وذلك بهدف تمكين البنوك من اقتراض الأموال بأسعار مخفضة لدفع عجلة الاقتصاد وسبق أن استخدم هذه السياسة سلف دراجي تخيشي عام 2008 بعد الأزمة المالية لتنخفض أسعار الفوائد من 4% إلى أقل من 1% وفي عهد دراجي عامل البنك المركزي الأوروبي على خفض الفائدة منذ عام 2011 لتصل في مارس 2016 إلى رقم قياسي ألا وهو صفر عبء تحمله المدخرون كمرأة النقاد لذا كانت هناك دوماً احتجاجات كهذه في العام الماضي منذ عام 2015 يشتري مركزي الأوروبي سندات سيادية للدول منطقة اليورو أو سندات الدين لمؤسسات حكومية وهذا بتكاليف بلغت حتى الآن بليون يورو ولاية دراجي ستنتهي في خريف 2019 ما يعني أن لديه وقتاً كافياً وأمولاً كافية للحفاظ على اليورو